تغير الثقافة وينهض بيها ما يخليش إناش اصطنبا اصطنبا مختمين استنساخ بالفتوى فتوى طلعت الكل استنساخ مفيش الفروق الفردية مفيش الإبداع فين الإبداع إن كل واحد يشوف القصة بتاعته والشكل بتاعه والشكله إيه فلازم الكل ينهض بهذا الأمر وده بقى من أسباب إن الأستاذ طارق لما قال إن فيه واحد من الخطاب الديني قال لك إن لا تجوز الأضحية بالاشتراك يعني إنه مجموعة من الناس تشترك في خروف في عجل أو لا في العجل السبعة وفي الخروف ما ينفعش غير واحد وما ينفعش يشتركهم في الخروف غير واحد إحنا وظفتنا نقول للناس أقوال الفقهاء ولا وظفتنا نقول للناس قناعتنا الشخصية يعني الأمالة عمدك تضي إن أنا أقول لحظة لك أقوال الفقهاء في ذلك وفهمهم لذلك ولا لا هذكر لسيادتك القول المذهب الحنفي باعتباره إنه يرى إن الأضحية عنده وجبة هو لا يراها سنة استدللا بحديث خرجه ابن ماجة عن أبي هريرة إن سيدنا رسول الله قال من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربانا مصلنا فاستدل بهذا على إن الأضحية وجبة بس مش فرض لإن أبو حنيفة فرق بين الفرض وبين الواجب الفرض زي الصلاة وزي الصوم أما الواجب هو درجة ما بين السنة والفرض أبو حنيفة الوحد هو اللي أتى بهذه المرتبة من درجات الأحكام الفقهية مش الشرعية فبناءا عليه مش هينفع وأنت بتأدي الواجب إنك تشترك مع أحد يعني إما خروف وإما تاخد السبع من البقرة أو الجمال أو الجموسة الموازنة طب خد بقى مذهب الملكية مذهب مكية عكسه قال لك لا يجوز النفس الوحدة تجزي عن أنفس البقرة عن واحد مش عن سبعة الجموسة عن واحد مش عن سبعة الجمعة عن واحد مش عن سبعة وفيه شايفين إن السبعة ممكن يشتركوا في بقرة وفيه شايفين لا الواحد هو اللي يجيب البقرة إيه سبب الخلاف سبب الخلاف فيه حديث رواها البخارية ومسلم عن جابر ابن عبد الله إن بيقول إن سيدنا رسول الله في الحديبية جعل السبعة يشتركون في البقرة وفي القبل يعني فقالوا ده دليل على إن سيدنا النبي أعطى ترخيص بإيه بالسبعة بإن البقرة تجزئ عن سبعة اعتبرها سبعة خرفان اعتبر الجمل سبعة خرفان فبناء عليه السبعة يشتركم كل واحد ياخد السبعة يقسموها إزاي يقسموها بطريقة أخرى بالتراضي مالك قال لك لا ده كان أمر طارق لكن النفس لا تجزئ إلا عن نفسه واحد واستدل بكلام عبد الله ابن عمر لا تجزئ نفسه واحدة عن أنفسه طبعا هو بالمنطق ده كلامه أخد بس بقيت الفقهاء قال لك ينفع السبعة السبعة يشتركم طيب هل يجوز اشتراك أكتر من واحد في الخروف أو أكتر من واحد في البزء من السبعة يعني جبنا البقرة وقسمنا على سبعة بس الصبع بتاعي اشتراكت أنا وزوجتي وأولادي وأهلي أو أصدقائي ينفع أو ما ينفعش هي دي مربط الفرس يجوز ولا لا يجوز هنا المزاهب الأربعة قالت إن الحد الأدنى السبع فلازم يمتلك السبع فما يجزأش ما يجزأش لكن ممكن يجزأ في الثواب يعني يعني ممكن الناس واحد يجيب السبع بتاعه ويقول أنا هشرك ولادي معي في الثواب لكن يشتركوا معاه في الثمن لا جه الإمام ابن حزم الظاهري مع أستاذه داود الظاهري وقال يجوز حلال بلال دا عمل خير ربنا بقول له فعوله خير لعجله في لحون وده فعلي خير وقال بإن لا يوجد نص لا في كتاب ولا سنة وقال إيه كمان ولا في مروية مفتعلة وكاذبة بتقول بتقول إن يجوز لا يجوز الاشتراك في الخروف لا ممكن عدد أي عدد جماعة في المسألة رقم 984 من كتابيه المحلة الرأي الفقهي دا اللي قال بيه المذهب الظاهري ألا يليق بعصرنا الحاضر ممكن أسأل السؤال هو اللي بيضحي بخروف زي اللي بيضحي بجمل أو بقرة لا بالتأكيد دي جمل أو بقرة سبعة لا اللي هو يليق كما لو كان جاب سبع خرفان اللي جاب سبع خرفان يساوي البقرة اللي جاب سبع خرفان يساوي لو موزق جموسة اللي جاب سبع خرفان يساوي الجمل لكن السؤال هل يجوز في السبع او في الخروف ان يشترك فيه اكتر من واحد لا المذهب الزهر قال يجوز وانا ربنا يقوله في خيره لكن تفلحون انما الاضحية لو انا ضحيت بخروف او ضحيت ببقرة الواجب حدث والثواب اكبر او اقل او متساوي لا بحسب يعني الكثرة يعني قلتلي فيه ناس بتقول ان دي سنة وفيه ناس بتقول الواجب اه جمع الفقاء سنة المذهب اللي حانا فيه فقط هو هل السنة تحققت بذبح خروف زي ذبح البقرة هل تحققت الاول اكيد الثواب مختلف اللي بيدفع اللي بيصرف اكتر في بقرة اكتر من اللي بيصرف ولا لا ما اقدرش اقول كتن لا ما تقدرش ما اقدرش اقول كتن واحد مثلا موظف ربنا ستره وجاب الخروف فوق الستر واحد تاني ربنا اعطله من واسعة وجاب جمل لا يساوي شيء امام ما يملك فالراجل اللي طلع من دمه سبق درهم مات الف درهم يعني المسألة مطروكة ايضا لتقدير الله سبحانه واحنا راضيين بعد لله سبحانه انما الواجب حدث الواجب او السنة والشعيرة حدثت حروب موظف اشتركوا في القناة